اشتركوا في القناة هذه كانت كلمات المسيح للتلاميذ وهي كانت آخر كلمات اللي كان ذكرها وهو قبل ما يصعد إلى السماء آخر كلمة المسيح ذكرها هي أقاصي الأرض آخر كلمة المسيح اللي ذكرها للتلاميذ كان بيركز على كل الأرض وهالكلمة كانت كلمة وداع لهم الرسالة توضحت أن النبض قلب الله هي أن الخبر سار يوصل البشارة توصل إلى أقاصي الأرض إلى كل العالم إذا هاي هي نبضة قلب الله أن توصل رسالة الإنجيل إلى العالم المفروض تكون نبضة قلب كل مؤمن ومؤمنة وكل كنيسة أنه كل العالم محتاج أن يسمع أنه أكو خلاص أكو حياة أبدية أكو علاقة مع الله أكو ضمان على أساس العمل اللي عمله المسيح أكو تأكيد وأكو يقين أنه في حياة أبدية الله يريد يعطيها لأقاصي الأرض لكل البشر شلون ممكن نوصل نوصل إلى أقاصي الأرض ممكن بطريقة الشهادة للمسيح بحياتك بكلامك بمحبتك بتحول أنظار العالم للمسيح والسؤال الثاني ليش لازم نوصل لأقاصي الأرض طبعا بسبب العتمة والشر والخطيئة اللي بتضيع الناس أنه محتاجين يرجعون للعلاقة مع الله محتاج الناس أنه يرجع للعلاقة مع الله بسبب الخطيئة هي كسرت أشياء بيه بالإنسان فقدت آني الإنسانية اللي الله خلقها فيه فقدت العلاقة اللي الله أنطاني إياها من البداية فقدت السيطرة على نفسي اللي الله أطاني أن يكون مسيطر على كل الأرض بوقت آدم في كثير أشياء خسرناها في الخطيئة لكن في الغفران وفي العلاقة وفي الخلاص اللي بيقدم المسيح تقدر هالأمور كلها بترجع وتتصلى في حياتي ولهذا السبب العالم وأقاصي الأرض إلى أمس الحاجة لرسالة المسيح منه رح يوصلها؟ أنا وإنت إحنا كمؤمنين بالمسيح كنيشة المسيح لازم تكون نبض قلب كل واحد ووحده بنا أن الرسالة توصل إلى أقاصي الأرض يا رب يستحساعدنا أنه فعلا نعيش ونمجد اسمك ونتكلم عن شخصك يا رب يا رب نصلي من أجل كل الهيئات والإرساليات والكنائس يا رب اللي بدورهم يا رب يريدون يوصلون رسالتك إلى أقاصي الأرض افتح يا رب أبواب جديدة بإسم المسيح لكي ما نوصل فعلا للناس اللي ما يعرفوك واستخدم كل واحد ووحده بنا آمين آمين والرب يباركك ونشوفك قريبا بنعمة الرابط موسيقى 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 موسيقى